السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم شباب وبنافة نوية عمة الأسئلة بتجيلي كتير جدا من بعد امتحان العربي معاك يومين قبل امتحان الفرنساوي هنقسم الموضوع لنصين النص الأولاني هيكون يوم مراجعة مراجعة المنهج بتفاصيله مراجعة الكلمات مراجعة الجرامير مراجعة التفاصيل والمهارات اللغوية والنقاط اللغوية اللي في كل وحدة واللي في كل درس الموضوع بالكامل بدون أي نقص أو تأثير أو خلل موجود في فيديو أنا عامل لحضرتك على اليوتيوب فيديو 7 ساعات و13 دقيقة في منهج 3 سنة وبالكامل الأربع وحدات بكل تفاصيلهم بكلماتهم بالجرامير اللي فيهم المهارات اللغوية اللي بتيجي في المواقف كل حاجة شوف الفيديو ده مرة شوفوا مرة تانية كل طالب في حضرتكو على حسب مستوى وعلى حسب انت فاكر قدئي من المنهج لقيت الكلام ماشي معاك ومستوعبه وجميل انقل على بعده لقيت لسه في حاجة نقصة في حيطة دي مش فاهمها اوقف وعيدها تاني كل ما انت عينك شايفة اللغة كل ما ودنك سامع اللغة انت بتفتكر الزاكرة بتاعتك بتخزن المعلومات ويوم الامتحان ان شاء الله هتلاقي نفسك تلقائيا ربك سبحانه وتعالى بيلهمك بالمعاني والافكار والتريكات والحاجات وانت شغال يبقى اول يوم هنسميه يوم المراجعة والاستذجار انت بتفتكر الكلام يوم زاكر كويس ممكن يأثر المدة بدل ما ياخد اليوم كله في ان هو يفتكر ياخد نص اليوم بس اللي كان مأثر او اللي عنده نقص في واحدة معينة في الدروس معينة مش فاكرها او في دروس معينة مذاكرهاش ده اللي هيركز شوية وممكن يشوف الفيديو مرة واتنين وما نساش اقولك ان الفيديو فيه تطبيق وحل وبجيب في كل جزئية بشرحها لك بقولك الجزئية دي بتجي في الاسئلة وبتجي في الامتحانات فين بالزبط وان ايه نوع الاسئلة اللي بيجي فيها تجي في المواقف εزاي تجي في الايميل او ممكن تجي في الموضوعات ازاي تجي في الواسيقة الاولى او الواسيقة التانية ازاي كده النص الاولاني النص الثاني هو الحل والتطبيق مافيش حد بيدخل امتحان سنوية عامة الا لما يكون حالى لامتحانات السنوية الرسمية للسنوات السابقة معروفة فيعامل لحضرتك تمنتاشر امتحان 11 امتحان سنوية المصريية من 2020 لتلاتة وعشرين دور اول ودور تاني وامتحانات السنوية الأزهرية وامتحانات السنوية المصرية بالسودان إجمال 18 امتحان منشورين على يوتيوب في بلايليست واحدة اسمها امتحانات سنوية رسمية ونشر لك الPDF بتاع الامتحانات دي تقدر تنزله وتحل منه ونشر لك كمان الPDF بتاع نمازج إجابات تلك الامتحانات يبقى يا إما تنزل الPDF وتحل الامتحانات مع نفسك وبعدين تشوف الفيديو بتاع الحل علشان تراجع تاني وتشوفني بحل إزاي وبرضو هنا الكلام بالنسبة للناس اللي مش عارف يحل قواعد تشوف المدرس بيحل إزاي عشان تتعلم تحل زيه مش عارف يحل مواقف شوفني بحل إزاي عشان تتعلم تحل زيه مش عارف يحل الوثيقة مش عارف أكتب الإيميل والموضوع أنا بكتب الإيميل والموضوع قدامك على الصبورة اتعلم وشوفني بتعامل إزاي مع السؤال وكذلك أنت هتقدر تتعلم مني أو من غيري الفكرة الثالثة بقى أنت تحتك مع أسئلة وتمرين بشكل عملي زي إيه؟ أي كتاب امتحانات عندك أي امتحانات شاملة عندك بس يكون كتاب معروف له اسمه بحيث يكون الأسئلة اللي فيه منطقية ومرتبطة بالمنهج مش أي حاجات مجهولة المصدر اللي بيكون فيها اختراعات كتير وأخطاء كتير ومشاكل كتير تحل كتير بقى تحل كتير ويفضل يكون الحال اللي بتحله ده يكون ليه نموذج إجابة ويفضل نموذج الإجابة يكون مرئي تشوف وتسمع صدقني كل ما هتشوف وهتسمع اللغة بترتبط بالحواس أرجو أن أنا أكون قلت الخلاصة في الموضوع ده وفي مفاجأة هعملها لكم إن شاء الله ليلة الامتحان ما يبقى صابع عندك امتحان هتلاقي فيديو جميل منشور على يوتيوب بكلمك فيه عن الامتحان وتفاصيله وحوراته وأنواع الأسئلة وإيه اللي بييجي وبييجي إزاي وتتعامل مع كل جزئية إزاي مع أمثلة وتطبيقات عملية إن شاء الله يا رب أكون أفدتكم ويا رب نكون عند حسن ظنكم ما تنساش القناة عندنا قناة فرينشاوي فيها حل كل الامتحانات من 2017 فيها حل تمارين كتير بشكل لا يصدق كله في نفس المنهج وكله في نفس الإطار ما فيش حاجة عفى عليها الزمن وما فيش حاجة تقول لي دي قديمة لا هو نفس المنهج ونفس القواعد ونفس الفوكابيلير ونفس الأفكار ما فيش حاجة تغيرت إلا بس طريقة وضع الأسئلة تغيرت سنة دي حاجة مش هتأثر في شيء عندك القناة أي حاجة نقصاك ابحث عنها الفيديو بتاع السبع ساعات ورابعة معمول الطايم لاين بتاعه متقسم كل يعني في الدقيقة كام بداية شرح إيه وفي الدقيقة كام بداية شرح إيه عشان لو عايزت وصل لمعلومة معينة أو قاعدة معينة تدخل عليها بشكل مباشر قلت كل اللي عندي بتمنى لكم التوفيق يا رب وأنا موجود أونلاين خلال اليومين يبعتولي أي أسئلة وأي كومنتات بشوف وبرد عليكم إن شاء الله شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته